أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين الشخصية الرافضية التي يمكن أن تبني لهذه الأمة مستقبلا زاهرا لا بد أن تتخلى عن كثير من النقائص الأخلاقية فضلا عن الرذائل أو ناهيك عن الرذائل التي تفشت في المجتمع وصارت من جملة الأمراض الاجتماعية المعهودة هذه هي الشخصية الرافضية التي نطمح إليها لتكون شخصية المستقبل فكيف بشخصية العامل على تحقيق هذا المستقبل وأخص هنا هؤلاء الذين هم يسعون في نشر دين الله تبارك وتعالى والدعوة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والمنادات بالولاية لهم والبراءة من أعدائهم والتمهيد لظهور بقية الله في أرضه مولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء المسؤولية عليهم مضاعفة هؤلاء ليسوا كالآخرين لا بد أن يغدو صفوة المجتمع الإسلامي المتديم وهذا يفرض عليهم من جملة ما يفرضه عليهم أن يتحلوا بخصال عديدة منها الحلم وكضم الغيظ وسعة الصدر والإغضاء هناك مشكلة حساسة كثيرا ما سببت في تداعياتها ومضاعفاتها ما يمكن أن نسميه بصدق أنه كارثة للوسط الديني من جملة الكوارث حين تتبع جذور هذه الكارثة أو موجباتها تكتشف أنها في أصلها تطورت بسبب عدم التزام الأطراف المتدينة بهذه الخصلة الحميدة وهي خصلة الإغضاء سعة الصدر التحمل تحمل عثرات الآخرين من الوسط الديني أنا هنا لا أتكلم عن إقالة عثراتي غير المتدينين غير المؤمنين بل أتكلم عن إقالة عثرات المؤمنين المتدينين الذين هم إخوة لنا في الدين لكن لهم عثرات قد يكون بعض من هذه العثرات مسيئا لنا ويستشعر المرء المؤمن شيئا من الضيق الضيق النفسي بسبب مثلا فلان من الإخوة الذي خرجت منه كلمة لا مسؤولة أو تصرف غير لبق يحصل هذا كثيرا أو ارتكب شائنة في حقي قد يكون مثلا بسبب أجواء معينة بسبب شائعات متكثرة غلب على ظنه شيئا يسوءني فيه فأخذه من المسلمات وتجنى به علي قد يكون قال كلمة لا مسؤولة تصرف تصرفا يفتقد اللباق أنت ما هو دورك هنا هذا التصرف لا مسؤول صدر ممن أصدر من رجل كافر محارب ناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام مثلا لا تقله حينئذ أصدر من فاسق معلن بالفسق لا تقله حينئذ أصدر من صاحب هوى مبتدع لا تقله حينئذ أما إذا صدر من أخ لك في الإيمان تجمعك وإياه كلمة الإسلام والتوحيد وكلمة الولاية لآل محمد عليهم السلام والبراءة من أعدائهم إكراما لمحمد وآله الطاهرين عليهم السلام إكراما لكلمة الإسلام التي تجمعك وإياه أغضي تجاوز واصفح ولتكن عندك سعة صدر تستوعب فيها أن أخاك هذا في الإيمان والولاية والتشيع والرفض لا يمكن أن يكون من كل جهاته وفي كل مواصفاته مطابقا مئة بالمئة لما تريده أنت وإلا فإنك تتحدث عن شخص معصوم أو يداني المعصوم هذا لا يمكن أنقل لكم رواية شريفة من الكاف الشريف فيها حادثة وفيها عبرة وفيها درس صادقي جعفري من الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام لو تعلمناه جيدا لن حلت كثير من هذه العقد الاجتماعية وهذه المصادمات التي لا طائل من ورائها الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان عنده قوم يحدثهم جماع جالسين والإمام الصادق عليه السلام يحدثهم ويلقي عليهم من علوم أهل البيت عليه السلام هو في هذه الحالة الآن إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه واحد من هؤلاء الجلساء وقع في رجل ذمه عابه ربما احتد فسبه ربما والرجل الثاني هذا الذي ذمه هذا الرجل الأول هو أيضا من الشيعة وإلا لما شكاه للإمام الصادق عليه السلام كان الشيعة كثيرا ما يأتون فيشتكون من بعضهم بعضا لدى الأئمة عليهم السلام في ذلك حوادث كثيرة هذا واحد من هؤلاء جاء وشكى للإمام عليه السلام وقال له مثلا هذا فلان ظلمني حيش علي تصرف ما كان حلو معي هذا غير مهذب لاحظوا هنا أن الإمام عليه السلام ماذا قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام وأن لك بأخيك كله وأي الرجال المهذب وأن لك بأخيك هذا أخ لك في الدين وأن لك بأخيك كله خذ بعض يكفيكها بعض خصاله حميدة بعض خصاله ليست كذلك أغضي عن هذه الخصال الذميمة لا تتوقع أكثر من المتوقع وأن لك بأخيك كله وين تحصل هذا الشخص الذي هو في كمال وكمال بحيث لا تصدر منه نقيصة تجاهك أو تجاه الآخرين هذا شخص مثلا صادق مؤمن أولا صادق لا يكذب مثلا شهم يبادر مثلا لنجدتك حين تحتاج إليه كريم جواد ليس بخيلا مثلا لكن خلي نفترض أنه في بعض الأحيان يصير لسان الزفر عنده خصال هواية جيدة لكنه في هذه الخصلة سقط لسان مو تمام تصرفات غير لائقة مثلا يتعامل مثلا بشيء من العنجهية مثلا معك لما يرتكب مثل هذه الأمور التي تسيو إليك احسبها عثرات وكبوات لهذا الشخص وأقلها تجاوز عنها أغضي عنها التزم بالإغضاء لأنه وأن لك بأخيك كله وين تحصل هذا الشخص الذي هو من كل الجهات مكتمل وأي الرجال المهذب هذا شطر أو عجز لبيت من بيوت الشعر صار مثلا هذا البيت الشعري هو من أبيات أشعار الجاهلية في العصر الجاهلي للشاعر المعروف النابغة من كبار شعراء الجاهلية النابغة الزبيان وحتى نفهم لماذا الإمام عليه السلام استشهد بهذا الشعر أو بهذا البيت أو بهذا المقطع لا بأس أن نلقي نظرة على ما ذكره أبو عبيد القاسم في كتابه كتاب الأمثال فإنه ذكر هذا البيت من جملة الأمثال التي بيّنها هناك قال وكذلك قولهم أي الرجال المهذب ومنه قول ناذغة ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب هذا أصل البيت ولست بمستبق هم يحكون يذكرون أن النابغ تم لومه من قبل أحدهم على بعض التصرفات بعض الأفعال فنظم مقطوعة شعرية جاء فيها هذا البيت الذي أعجب العرب فضرب مثلا ولست بمستبق يعني ما راح تبقي لك أنت أخ ترى إذا ماذا تفعل لا تلمه على شعث يعني رغم ما لديه من شعث والمراد به هنا بعض التصرفات الأخطاء العثرات ربما الرذاء المثلا لكنها ماذا تفرقت عنه أنت ماذا إذا لم تلمه وتحتويه وترى أن ما لديه من حسنات يغلب على هذه السيئات الطفيفة وتريد شخصا كاملا متكاملا ليس فيه شعث لا يمكن أن يصدر منه خطأ لن تستبقي لك أخا ها هنا ما رح تقدر ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث كشعث الشعر لما يتشعث أي الرجال المهذب من هذا خاصة في ذلك الزمان في الجاهلية اللي دائما يهذب شعر مثلا من ها هذه كلها ماذا كناية يقول القاسم ابن السلام يقول قال أبو عبيد اللي هو القاسم ابن السلام معاني هذه الأمثال كلها أنه ليس أحد يخلو من عيب يكون فيه فإذا فإذا الغالب على الرجل الإحسان اغتفرت سقطته شخص يغلب عليه الإحسان مؤمن له مآثر جيدة في موقف ما تصرف فتصرفا غير مسؤول فكان سقطة عثرة اغتفرها له لأنه يغلب عليه الإحسان هذا المعنى أصله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغ يقول هناك أقيل ذوي المرؤات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفعه يقول إذا شفت لك ناس ذو مرؤات أقلهم عثراتهم إذا شفت عثرة من عثراتهم بعد أنت لتشلب بيها لتسويها وكأن الدنيا قد حلت فيها كارثة كأن الدنيا خربت لأنه هذا التصرف الذي هو سقطة من السقطات حاول أن تستوعب الأمر وأن لك بأخيك كله وأي الرجال المهذب أقله هذه العثرة لتركز عليها كثيرا وإن أساءت إليك حاول أن تلتزم الحلم هنا وسعة الصدر ما دام من ذوي المرؤ لماذا لأنه ما يعثر أحد من ذوي المرؤ إلا وينتشله الله عز وجل عاجلا أم آجلا وفي الغالب أنه في العاجل ينتشله من هذه العثر من جديد وهذا معنى قوله عليه السلام فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفعه كأنه ماشي سقط الآن هذه سقطة من السقطات الله عز وجل فورا ماذا يرفعه من هذه السقطة صاحب المرؤ تلاحظ فيه هذا الأمر جيدا أنه إذا عثر عثرة كبى كبوة سقط سقطة تصرف تصرف غير لبق غير صحيح يؤنبه ضميره لا يستطيل الزمان حتى يعود إلى رشده من جديد فإما يعتذر إليك صراحة أو يعتذر إليك بتصرفه يعود إلى المسؤولية من جديد يحس على نفسه ذو المرؤات إذن هكذا ينبغي أن نتعامل وإياه سؤال مهم ما هو المقياس الذي يمكن أن نجعله مقياس نقيس فيه الأفراد أو نقيس به الأفراد فنميز بينهم نقول هذا من ذوي المرؤات وهذا ليس من ذوي المرؤات لأنه مو كل إنسان مسلم أو شيعي أو حتى رافضي من ذوي المرؤات صحيح أم لا هناك أناس لا مرؤة فيهم هناك مقياس هذا المقياس لعله يمثل الحد الأدنى النصاب الأدنى الذي يمكن أن نلتزمه في اعتبار فلان من الناس من ذوي المرؤة أن هذا المرأة هذا إنسان ذو مرؤة مشمول بهذا الحكم مشمول بهذا الاعتبار المقياس موجود في الروايات في الكافي الشريف هذه الرواية المروية عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله أي الصادق عليه السلام قال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم إذن فيه هذه الثلاث صفات كحد أدنى شنوه إن عدم الظلم ما يظلم عدم الكذب لا يكذب عدم خلف الوعد لا يفعل هذه الأشياء الثلاثة ربما لديه صفات أخرى سيئة لكن هذه الصفات لا توجد فيه هو ملتزم إذن بهذا الحد الأدنى من الصفات الإسلامية وصفات الأكارم من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروأته إذن هذا من ذوي المروأة هذا يدخل ضمن هذه الدائرة وظهر عدله ووجبت أخوته هذا يصير لك أخ في الدين وتعده حينئذ من ذوي المروأة أو المروأات وإذا صار من ذوي المروأة فإذا حكمه هذا إذا ما عثر أو سقط تقيله لا تقول أنا هنا أقطع العروة ما بيني وبينه خلص أنا بدرب هو بدرب هاي كم مرة صايرة تعال شوف ليس فقط في المجتمعات الدينية للعوام عوام المتدينين كما يجري في المساجد والحسينيات والمجالس الدينية من عراكات ومن مشاجرات ومن مصادمات لا وإنما مع الأسف استشرى هذا المرض حتى في الأوساط الحوزوية في الأوساط العلمائية في الأوساط المرجعية إلى هذه الدرجة ولا أريد أن أنقل حوادث وقصص تكشف لك عن هذه النفسيات التي متسعت صدورها كانت تتنرفز لأقل سقطة أو عثرة يرتكبها أحد من نظرائها مرجع ومرجع مثلا إذا بلغه أن المرجع الآخر مثلا يرد عليه في مسألة في جلساته الخاصة مثلا وينكر فضيلته فيها أصلا ينكر فضيلته أي ينكر مقامه العلمية فيها يقول الله هذا مثلا ليس بذاك في العلم ولذلك أفتى هكذا مثلا أو ربما حتى ينكر اجتهاد من رأس هكذا مرة وحدة وهذه صايرة فحول الفقهاء أعلام الفقاهة نجوم الفقاهة في سماء التشيع كثير منهم أو عديد منهم تعرضوا إلى هذا الابتلاء أن أقرانهم أيضا من فحول وعظماء الفقاهة كانوا ينكرون اجتهادهم أصلا أصلا واحد مثلا مثل صاحب الجواهر تعرفون صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي صاحب موسوعة الجواهر جواهر الفقه أو جواهر الكلام هذه الموسوعة التي كانت إلى عصره أكبر موسوعة فقهية في التاريخ الإسلامي لا في التاريخ الشيعي فقط أكبر موسوعة فقهية إلى أن جاء المجدد الثاني الشيرازي فألف موسوعة الفقه فصارت هي أوسع وأكبر موسوعة إلى ما قبل ذلك كان صاحب الجواهر هو صاحب ماذا أكبر رقم فقيه عظيم عملاق كان كان له قرين فقيه آخر عظيم عملاق متقي إلى بعد حد الشيخ محسن خنفر من علماء النجف الأشرف وأعلام حوزتها في زمانه لما طالع كتاب الجواهر ورأى ما فيه من استدلالات ونتائج رأى أن صاحبه ليس بمجتهد فكان يقول بعدم اجتهاده تخيل يقول له هذا أصلا مو مجتهد أصلا حتى أنه له كلمة مشهورة أنه قال لصاحب الجواهر قال له ترى هذا كتابك مو بالمستوى هو هذا كتاب الجواهر ليس بالمستوى من الجيد لك أن تذهب به إلى باعة الفلفل والكمون لكي يصروا به بهذا الكتاب خليك يضعون أوراق يصرون به هذا هذا النفع الوحيد الذي ممكن لكتابك كلمة قد تكون من قبيلة سقطة هذه هذه سقطة بالنتيجة هذا نوع من الاستحقار نوع من الاستهانة لكن الرجل بالفعل هذا كان اعتقاد اليوم لا تجد أحد ينكر فقاهة واجتهاد صاحب الجواهر ما تجد الآن بل كثير من العلماء يرجعون إليه ويبنون على ما حققه وأفتى به السؤال هو هذا هل وجدنا صاحب الجواهر من وراء هذه الكلمة التي تعد سقطة أصابته النرفز هذه وعشن الحرب أنني قد أهنت وكذا أم أقال هذه العثرة أقال هذه العثرة كل شيء ما حدثنا التاريخ أنه مثلا كشر عن أنيابه وشهر سلاحه وبدأ يهاجم الشيخ محسين وصارت معارك ضارية مرجعية بين الطرفين مثل ما في زماننا تصير مع الأسف على أتفه من هذه بكثير على أتفه منها شوف شي يسوون يقلبون العالم ويدا يزجون بالعوام بهذه المعارك السخيفة الطاحنة التي لا طائلة من ورائها ياريت المعارك عقائدية تسوى في قضية عقدية قضية تتوقف على حقه باطل لا والله فلان هذا مجتهد لو مو مجتهد أعلم لو مو أعلم عشقة صارة بها معارك يا بل تقول مجتهد خلص كان الله غفور الرحيم اش صار خربت الدنيا لا تقول أعلم أصلا مو مهم تاريخنا الشيع القديم ما كنا نلاحظ فيه يعني يمكنكم إذا ما توغلتم في هذا التاريخ أكثر وأنتم تعرفون يعني طريقتي أحب دائما أنا أصلا أعيش في ذلك التاريخ أعيش في تاريخ زرارة ومحمد بن مسلم ومؤمن الطاق وهشام بن الحكام بعدهم من جاء من الصلحاء من أصحاب الأئمة وصولا للمفيد والصدوق وشيخ الطايف الطوسي وأبي الصلاح الحلبي دائما تلاحظون أني أقارن واقعنا بواقعهم مسيرتنا بمسيرتهم ديدننا بديدنهم ولذلك أقول نعود إلى تلك الصفحات المجيدة تعال راويني أنت في ذلك الزمان أن المعارك الكبرى فيما بين الاتجاهات الشيعية إنجاز التعبير من أصحاب الأئمة ومن العلماء كانت معارك على الأعلمية وين هذا موجود وين موجود قد تجد شاردة هنا واردة هناك أما أصل المعركة لما كانت تقع معارك فيما بينهم وتستفحل وتصير مقاطعات كما سأبين إن شاء الله تعالى أو صدامات كانت معارك عقدية على العقيدة وعلى المعارف الدينية على الإيمان على ما ينبغي تبنيه كأصل من أصول الإيمان مثلا أو كحكم شرعي معين أما معركة على الأعلمية لا نجد بين هؤلاء أنه هذا يصر على أنه أنا أعلم من هذا وتعالوا قلدوني تعالوا عندي مثلا والآخر يقول نفس الكلام وكل واحد يتناطح مع الآخر على أساس منه فين أعلم من الآخر ويأتي المتعصبون ويأتي المتحزبون ويبدأون هذه المعارك ويجعلونها تستفحل هذا ما كان موجود في ذلك التاريخ كان يتعامل مع هذا الأمر بأريحية نعم كانوا في قضايا العقيدة يتحسسون كثيرا عندهم هذا خط أحمر لذلك كانت تنشأ بينهم معارك على المسائل العقائدية التي يسعها لاجتهاد يعني مو أصول الدين لا تفريعات الأصول زوائد الأصول هذه كانت تنشأ بينهم معارك فيها نعم صحيح لأنهم كانوا يتحسسون من أن يكون أحد لا سمح الله يخالف الأئمة الأطهار عليهم السلام ولم يكن هناك قصد الخلاف والعياذ بالله وإنما هؤلاء قادهم اجتهادهم إلى هذه المسألة وأولئك قادهم اجتهادهم إلى تلك المسألة فوقع بينهم نزاع هذا كله يسعه الاجتهاد مسرح الاجتهاد يسع هؤلاء وهؤلاء الكل معذور ولئما هكذا ربو شيعتهم وأصحابهم حتى يجعلون لهم فسحة يعملون فيها عقولهم يجتهدون يفكرون حتى العقل يشتغل ما يكون فقط قضية تلقين الأئمة كانوا يقدرون يحسمون النزاع مثل هذه المسائل وقد حسموها ولكن متى بعدما اختبروا هذه الخطوط كلها اختبروها وجعلت هناك فسحة زمنية لكل خطف أن يعمل عقله واجتهاده للوصول إلى مسألة ما الشاهد أنه هذه المعارك اللي الآن كثيرا مشغول بإيه ما كانت موجودة في ذلك الزمان ما كانت مستفحلة لا أقل تعالوا تعاركوا على العقيدة أنا وياكم أما معارك على الأعلمية وعلى الاجتهاد ومن أطول من الثاني ومن أدخن من الثاني عقب زعيم الحوزة بل الحوزات العلمية في زمانه الشيخ الأعظم شيخ الأعظم الأنصاري شيخ مرتضى الأنصاري الذي هو مهذب علم الأصول اليوم إذا واحد يروح في الحوزات يقول الشيخ الأعظم الأنصاري ليس مجتهدا وكتبه هي التي تدرس في الحوزات الرسائل في الأصول المكاسب في الفق الفرائد هذه الكتب هي تدرس الآن في الحوزات كلنا الآن عيال على الشيخ الأعظم الأنصاري كلنا ما توجد حوزة ما تدرس كتب الشيخ الأنصاري وتحقيقات هذا هذا نفس الشيخ الأعظم الأنصاري كان أحد العلماء في عصره ينكر كذلك اجتهاده السيد محمد باقر الشفتي أيضا من فحول العلماء والفقهاء الشيخ الأعظم ذات مرة ذهب إليه قال أنت أصلا مو مجتهد مرة وحده الشيخ الطيب طيب إيش سوى الشيخ الأعظم قام أعلنها معركة وسواها قضية وما أدري كذا أبدا تجاوز عن هذا الأمر اعتبره سقطة أو عثرة أقله عثرته لا بأس خاصة إذا لاحظنا إخواني وهذه مسألة تستفيدون منها معايير الاجتهاد تختلف من شخص لشخص من مجتهد لمجتهد يعني قد تجد مجتهدا معاييره في الاجتهاد وأنه من هو الذي يصدق عليه أنه مجتهد أم لا تختلف عن شخص آخر فقد هو يرى فلانا مجتهدا وهو عند آخرين ليس بمجتهد والعكس بالعكس قد يرى فلانا غير مجتهد وهو عند الآخرين ماذا مجتهد أصلا هو نفس الاجتهاد بحاجة في تعييره إلى اجتهاد فالمسألة اجتهاد في بطن اجتهاد فلا بأس شنو المشكلة أنا عند نفسي مثلا مجتهد بنان على معياري عند طائفة من العلماء أيضا يقولون باجتهادي مثلا بنان على معاييرهم عند طائفة آخرين عندهم أني لست بمجتهد بنان على معاييرهم أيضا واجتهادهم في مثل هذه الأمور ما المشكلة ينبغي أن أحترم هؤلاء وأحترم هؤلاء ولا أتحسس ولا يصيبني ضيق الصدر لأن هذه الطائفة من العلماء بحسب أنظارهم ومعاييرهم كانوا ماذا يرون عدم اجتهاد مثلا فليكن شنو المشكلة لا مشكلة في ذلك فلان يقيمني جيد فلان ما يقيمني جيد شنو المشكلة لا مشكلة في ذلك حتى إن افترضنا أن هذا الذي لا يقيمني جيدا أو ينكر أصلا علمي يقول أصلا جاهل هذا مثلا فلنفرض أن مقولته هذه الحادة الاستنقاصية فلنفرض أنها نابعة من الحسد مثلا لا بأس بل والعلماء في أي شيء في الحسد الحسد آفة العلماء كما في الحديث الشريف أقله عثرته هذه هذه عثرة الحسد أم هذه مشيها للصالح العام أنت لا تنزل لهذا المستوى تقوم ترد على هذا الشخص وعلى ذاك وتشغل الأمة والله فلان حجة علي قال هذا مثلا معالم إذا كان هذا المرض قد استشرى في الأوساط المرجعية فأي عتب على أوساط العوام عوام المتدينين أو العاملين الدينيين المبلغين أصحاب الهيئات أصحاب اللجان أصحاب المؤسسات المساجد الحسينيات إلى ما هنالك أي عتب نصير عليهم حينئذ إذا هذا حال من هم في القمة يفترض وهم قادة هذه الأمة فكيف بالنسبة للبقية هؤلاء هؤلاء إذن ذو المرؤات الذين لهم هذا الحد أو النصاب الأدنى عدم الظلم عدم الكذب عدم خلف الوعد هؤلاء إذا توافرت فيهم أو توفرت فيهم هذه الشروط احتسبهم من أصحاب المرؤات وأقلهم عثراتهم احفظها هالعبارة وَأَنَّا لَكَ بِأَخِيكَ كُلِّهِ وَأَيُّ الْرِجَالِ الْمُهَذَّبُوا احفظها حتى لما تتعرض إلى مثل هذا الموقف من أحدهم من إخوانك في الدين وموقف غير لائق غير لبق اذكر كلام الإمام الصادق عليه السلام لذلك الرجل الذي شكى أحدهم بسبب ما فعله معه قال له وَأَنَّا لَكَ بِأَخِيكَ كُلِّهِ خذ منا هذا الشيء الجيد تجلب بي امسك بي هو هذا زين بعد هاي الأمور الأخرى أقلها له مررها مشيها لا تتشدد وتتوقع من أخيك أكثر من المتوقع لا تفتش عن الصغائر لا تجعل منها مشكلة أو حاجز نفسي بينك وبينه يأتيك يأتيك شخص تسعة أعشاره حسنة عشر واحد سيء في مزاجه مثلا صعب المزاج بعض المؤمنين يأتون يقولون فلان مثلا هذا زين خوش واحد قلبه طيب وإنسان صالح ولا يكذب شهم صفات جيدة به لكن عنده مشكلة كبيرة عصبي المزاج على أقل شغله يصرخ ويغضب ويخرج عن طوره وكذا وحيانا يهين الطرف الآخر من دون حتى أن يشعر فاحنا بعد ما نتحمله خلص ملينا منه زين هذا عشر واحد من تسعة أعشاره كان سيئا حسناته تلك التسعة أعشار لماذا أغفلتها هذه تجربة صارت من قبل أحد العلماء صارت في عهد منازعات كثيرة وكل واحد يحشي على الآخر من ذول المعممين معممين عادة إذا ما يحشون على بعضهم بعض ما يطلعون معممين عادة فجمعهم وراح خلى ورقة ورقة بيضاء وبقلمه الأسود خلى نقطة في الورقة وقال مرروها على واحد واحد كل واحد خلي يقول لي ماذا يرى فيها مروا على الأول الوكيل الأول شافها قال شون بيها نقطة سودة قال ما مشكلة اللي بعده كل واحد مر على واحد واحد قال أرى نقطة سوداء رجعت عليه قال شوف سبحان الله شوفوا انظروا كل هذا البياض ما رأيتموه بس رأيتموا النقطة السوداء كل واحد بكم يحشي على الآخر في نقطة سوداء عشر معشار ربما يصير هذا البياض كله اللي موجود لماذا لم تلتفتوا إليه هذه قصة عيسى المسيح عليه السلام لابد مر عليكم الخطباء لابد سامعينها منهم لما مر مع أصحابه وحواريه فرأى كلبا أجلكم الله كلب أسود فاشمأزوا منه كذا فقال لهم ماذا انظروا لبياض أسنانه يعني هذا الشيء الحسن الذي فيه ركزوا على هذه الأشياء مع أن سواده يغلب ماذا بياض أسنانه لكن هذا تهذيب من المسيح عليه السلام أنه روح شوف ركز حاول تطلع الأشياء الحسنة لا تفتش إذن عن هذه الصغائر عن هذه النقاط السوداء وتشلب بيها تجعل منها مشكلة كبيرة ترى إذا تسوي هذا الشيء لا يبقى لك صديق لأن لا يوجد إنسان كامل إلا المعصومين عليهم السلام أكو إنسان كامل غير المعصومين لا يوجد في الكافي الشريف إمامنا الصادق عليه السلام يقول لا تفتش الناس فتبقى فتبقى بلا صديق وهاي مشكلة كثير من الناس يتشددون ويضيقونها وهي عند الله متسعة يضيقونها 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 إلى حد لا هذا ليش لما سلم علي ما سلم بحرارة مثلا ليش هكذا ما سلم بحرارة وسلم لو ما سلم أصلا أولا المبادرة بالسلام مواجبة هي بذاتها رد السلام مواجب المبادرة بالسلام مستحبة إلا إذا كان هناك عنوان ثانوي آخر كعدم السلام يقتضي الإهانة إهانة المؤمن أو استنقاص وهذا موضوع آخر بس هي مبادرة بالسلام الآن هي بذاتها إذا ترك السلام من أصل لا يعد قد ارتكب ذنبا نعم ارتكب مثلا أمرا مرجوحا أمرا غير لائق هذا أقصى ما يقال فيه فكيف إذا سلم بس حضرة جنابك تريد من عنده يسلم بطريقة ماذا في أحرارة وشوق إذا شوي يخفض نبرته وقال سلام عليكم مثلا خلص خربت الدنيا وكارثة وهذا ما يتعامل وهذا ما مؤدب وما أدري هذا كذا وطلع به نزل أسفل سافلين خلص انتهى الموضوع ماكو تعامل ما أريد أتعامل وياه خليني أنا بدربي هو بدربه لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق ترى ما يبقى لك صديق بها الطريقة لأن كل الناس عندهم نقاس كل واحد ونفس المشكلة بين الأزواج الأزواج لأنهم يحتكون ببعضهم أكثر يتعايشون مع بعضهم بعضا أكثر أكثر من الأصدقاء والمعارف فكل من الزوجين يطلع أصاغر أصاغر عيوب الطرف الآخر أصاغر العيوب يفتش عنها يطلع يسوي منها كارثة ومشكلة الزوجة ما أدري شوية قائمة متأخر يسويها مشكلة الزوج شوية متأخر راجع للبيت هي تسويها مشكلة وصراعات ومشاكل وممكن تطور إلى الضرب والأطفال هم يدخلون بالمعمعة والأهل أهل المرأة وأهل الرجال هم يدخلون بالمعمعة وتصير كارثة ومشكلة الله أكبر ويمكن توصل إلى طلاق على شنو إحدى النساء المؤمنات راجعت أسما أريد أقول وين أنه يمكن تعرف راجعت المهم يتقول أنا أطلب الطلاق ليش بل أطلبين الطلاق هذا زوجي ما كعيب ما طلعته أخيرا طلعت أصل القضية شنو ذات مرة هي تطبخ فإجاهة كان الظاهر متنرفيز أو كذا فقال لها دي ربالك هاي ردانك لا يوقع بالمرق شوية منزل إيدها كذا وقالها بطريقة عصبية هالشكل خلص سودت الدنيا في عينها وحملت وحملت ذلك في قلبها حقدا وما نفعت كل الوساطات وأخيرا هم تطلقت شلون يقول لي هذا الكلام الله أكبر الله أكبر لا قالها بطريقة من عين تطلع شرارات قالها أهاني هذا هذا أهاني يا بنت الحلال وإذا هانج هسه شصار يعني شنو صار أبو عيالج أقي ليه عثرته حافظي على أسرتك هاي الدنيا تنقضي بعدين من تروحين إلى القبر تندمين هو هم من يروح للقبر يندم يعرف أن هذه الدنيا ما الهقيمة حقيقية اللي واحد كان يجلب بهاي الصغائر وهي الأمور الطفيفة ويصنع منها مشكلة عبرها مشيها ما راح نعيش ترى أكثر من سبعين ثمانين سنة هذا من اللي يوصل لها بعد هالأيام أسه كلش كلش ميت سنة شنو قيمته ما قيمت هذه الدنيا إذا قضية دينية اتصادا أنا وياك خض حربا دين هذا دين يسوي قضايا شخصية أسرية اجتماعية تعارفية هذا حشاية زايدة هذا حشاية ناكسة هذا تصرف تصرف غير لائق هذا فعل كذا هذا فعل كذا هذا لا تتوقف عنده كن أكبر وأعلى نفسا وكعبا من هذه الأمور أنت إذا رددت بالمثل في مثل هذه الأمور يعني قد بعض الناس يقولون هم يسيئون إلينا أو هذا الشخص يسيئ إلي خلي خلي أنا أربي أعلم حجمة ما تسمعوها كثيرا تتكرر أنا شقد أسكت شقد أصبر مرة مرتين ثلاثة كذا إلى آخر ما يتأدب خلي أنا أهجه أهجه وأربي أرد عليه تعامل معاه بنفس الأسلوب هذا غلط من قال لك أنه عندما تتعامل بنفس الأسلوب يعني بي صلاح مصحح أنت تنحدر لهذا المستوى أنت لك أن تنبهه هذا صحيح حقك أنا لا أقول بأنه وأنت تركه على عماه إذا يستمر يرتكب هذه العثارات والأخطاء لا روح أقعد وإياه أقول لا أنا ما أقبلها منك بلسان مهذب محترم يحس على دمه إذا كان من ذوي المروء إحنا كل كلامنا عن ماذا ذوي المروء يعني ناس شيعة مؤمنين رافضة منك بيك لحمك ودمك تعامل معهم بهذه الطريقة أما أن تنحدر لمستوى أنه ترد بالمثل ومثل ما هم اشتكوا وإنت تشتكي ومثل ما هم حتشوا عليك أنت تحتي عليهم أنت هنا والعياذ بالله قد تحرم قد تحرم نفسك من كرامة الله عز وجل ومن عطفه ولطفه بعد الله لا ينظر لك إلى هذه الدرجة مسألة مهمة إخواني ترى أصعب شيء هو تهذيب النفوس تهذيب أخلاقياتنا هذا أصعب شيء جهاد النفس هذا معنى شوفوا هذه الرواية في الكافي الشريف عن بسة العابد قال جاء رجله فشكى إلى أبي عبد الله عليه السلام أقاربه عادة بين الأقارب دائما تصير مشاكل عويصة فقال له اكضم غيظك وافعل افعل يعني شيء مختصر عن أنه اصبر افعل لهم بادلهم الإساءة بالإحسان المهم اكضم غيظك التزم بالحلم والإغضاء فقال إنهم يفعلون ويفعلون يعني ظل يكرر الإمام يقول له اكضم غيظك شوية خلي يكون عندك ساعة صدر افعل لهم الخيرات أساءوا إليك قابلهم بالإحسان لا بس أقاربك بالنتيجة هذا ما يهذبهم هذا ما يصلح حالهم هذا يظل يكرر لا يبنى رسول الله أنت ما تعرفهم ذول ذول ما ينفعوا إياهم شيء ذول ناس أعوذوا بالله ذاك اليوم هالشكل سوابية وذاك اليوم هالشكل سوابية وظل يكرر إنهم يفعلون ويفعلون بالأخير الإمام عليه السلام ماذا قال له فقال أتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر الله إليكم يعني أنت شنو جاي تكرر هذه المسائل هذه النقمات التي لديك عليهم هم يسوون يعني شنو تريد أني أبيح لك أن تذهب لكي تفعل بهم مثل ما فعلوا بك تصير مثلهم فلا ينظر الله إليكم حينئذ الله عز وجل لا ينظر إليكم بنظرة الرحمة نظرة الرضا والعطف تحرمون عطف الله ورحمته لا تنحدر لهذا المستوى كن أنت الأعلى مكرمة وأخلاق وأدب وشهامة ولك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة كم ذا صبر رسول الله وأغضاه كم ذا تحمل اقرأوا واحدة من روايات حتى أهل الخلاف يعترفون اقرأوا في صحاحهم رجل من الأنصار يعني إحنا ما نتكلم عن شخص مثلا يفترض أن يكون منافقا مثلا واحد من الأنصار صارت بينه وبين الزبير بن العوام منازعة في شيء ما في قطعة أرض لعله في مال الآن ما أتذكر جاءوا يحتكمون إلى رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله النبي نظر في الأمر فحكم للزبير قال الحق مع الزبير وإذا بهذا الأنصار يقول كلمة كفر شنو كانت الكلمة قال له إن كان ابن عمتك يعني هذا حكمك للزبير مو لله مو من عدل هذا هذا لأنه قريبك ابن عمتك هذا يصير ابن صفية عمة النبي فأنت حكمت لابن عمتك ما حكمت طبقا للموازين الإلهية للعدالة والإنصاف هذه كلمة كفر أم لا كلمة كفر والرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله غضب حتى تلون وجهه أما طبق على هذا الشخص الذي نطق كلمة الكفر عقابا حده أو جلده وهو قد نطق بمثل هذا الكلام أم أعرض عنه وأغضى أعرض عنه وأغضى قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كم ذا تحمل من مثل هذه الأمور أهينا النبي الأعظم وهو نبي إحنا ما نتكلم هنا عن مرجع تقليد عن عالم نحن نتكلم عن نبي سيد الأنبياء إشارة واحدة منه فقط كانت تكفي لكي يقلب الله عز وجل مكة لما آذته قريش وكفار الجاهلية حتى أدموه فلجأ إلى جبال مكة في الحادثة المعروفة نزل جبرائيل قال يا رسول الله الآن تأتيك أفواج الملائكة من الله الله أمر الملائكة الآن كلهم جند يجتمعون عندك ملك البحار وملك الهواء وملك الجبال وملك هاي الملائكة أنت الآن فقط أمرنا إحنا نخصف بهم نقلبها عالية على سافره إحنا نربيهم ذول اللي آذوك وأدموك هكذا فعلوا بك إشارة واحدة بس أعطينا إذن النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لك برسول الله أسوة حسنة يا أخي إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أغضى عن الكفار عن المنافقين عن الأعداء فكيف بك أنت والمطلوب منك أن لا تغضي عنها أغضي فقط عن أخيك في الإيمان إذا مرتكب تصرفا غير لائق معك مرر إذا كانت قضية دينية يتوقف عليها حق وباطل لا بأس هنا تصلب لأن نصرتك ليست للذات نصرة للدين هي بالأصل أما إذا كانت القضية شخصية اجتماعية أسرية عبرها عود نفسك على التحمل تتحمل هذه السلبيات هذه الأذايا عود نفسك على ذلك خاصة إذا كانت قد صدرت ممن هو فوقك ممن يعلوك في الرتبة الدينية لأنه أحيانا حتى هذا العالي دينيا العالم مثلا الذي ترجع إليه مرجع التقليد أو مرشدك الديني أو أستاذك الديني مثلا أو أبوك هذا أيضا فوقك يعتبر ونحو ذلك أمثال هؤلاء الذين يعلونك في الرتبة فهم فوقك إما للاعتبار الديني أو للاعتبار الأسري مثلا هؤلاء بطبيعة الحال ليسوا معصومين ممكن تصدر منهم تصرفات غير لائقة غير لبقة ممكن أن يعثروا ممكن أن يرتكبوا بعض الأخطاء أنا واحد من المشايخ أبلغني أنه أحد كبار المراجع توفي الله يرحمه ويغفر له يقول رح ذات مرة جلست عنده سألت مسألة وشوية ناقشته تنرفز بطريقة ما كان عنده عصى يم أخذها وضربني قال لي طلع بره ونصدمت من هذا الموقف أنا دعناقشة في مسألة لا أحترمني لا أحترمه وصحيح هو عمر جدي صحيح كبير هو في السن وأنا صغير طالب حوزة يعني بس بالنتيجة يعني أنا ما فعلت شيء أني أستأهل به الضرب والإهانة بهالطريقة والطرد بهالطريقة طيب هذا لما يصدر من شخص هو فوقك هذا مرجع تقليد يرتكب مثل هذا العمل أنت شو لازم تسوي هنا تقوم تطلع تشهر به مثلا ترفع لواء الحرب عليه أم تتحمل إذا تحملت تحصل على أجر عظيم ومقام سام عند الله تعالى لأنك تتحمل ممن هو فوقك يقول إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام كما في الكافي الشريف لا تكن ضجرا ولا غلقا بعض الناس يغلب عليهم التضجر والتأفف الله أكبر إذا ما مشت الأمور على ما يريد وما يرغب به هاي ظل شنو ينقنق يتضجر يتأفف هذا ما يتعامل معاي زين هذا ما يساعدني هذا ما فعل كذا هذا كذا يروح دائما تلاقي بعض الناس هكذا عندهم هاي الصفة صفة التضجر وانغلاق النفس يعني ضيق الصدر ما عنده استيعاب لمسألة أن الناس سلائق مختلفة الناس بيئات مختلفة ثقافات مختلفة أفكار مختلفة أمزجة مختلفة شوي يستوعبها خلي يكون عندك ساعة صدر تحتوي أكثر مما تكون عنصرا حساسا طاردا الإمام عليه السلام يقول لا تكن ضجرا غلقا ولا غلقا يعني يكون عندك حالة من قلة الصبر وكثرة الضجر من غلق على نفسك خلي يكون عندك هذه الصفة لا تكن ضجرا ولا غلقا وذلل نفسك ذلل معب إحنا نقول هيهات مننا الذلة نأبى أية ذلة الذلة التي والعياذ بالله تستهدفنا لأجل ديننا لما الحسين عليه السلام قال هيهات مننا الذلة يقصد بذلك دفع الذلة التي يراد بها الدين من خلال إجبار الحسين عليه السلام على بيعة يزيد لعنه الله صار واضح؟ فهي الذلة إنما تمس الدين بالأساس جاءت من عدو للدين كالطاغية يزيد لعنه الله هنا نقول نرفعها شعارا قويا هيهات مننا الذلة لا شك لكن أن تذلل نفسك لمن هو فوقك من أهل هذا الدين مرجع التقليد مثلا ذلل نفسك شنو تروح ترفعها تقول ابو جهة هيهات مننا الذلة لا ما يصير لا ذلل نفسك مرشدك الديني العالم الأستاذ اللي مربك دينيا مثلا ذلل نفسك له لا بس حتى إذا أخطأ في حقك ذلل نفسك وتحمل قال عليه السلام وذلل نفسك باحتمال لمن خالفك ممن هو فوقك ومن له الفضل عليك فإنما أقررت بفضله لألا تخالفه ومن لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه نعوذ بالله من العجب والغرور فإذا إذا كان هذا التصرف الذي أنت تشمئز منه إذا صدر ممن هو فوقك بهذا الاعتبار لا بس ذلل نفسك له ولا تكون ضجرا ولا غليقا لا تضجر وتتأفف ليش هيتعامل معانا بهالطريقة إذا أردت أن تتكامل أكثر وتصل إلى مرتبة أسمى فهل مرة لا مو فقط تذلل نفسك وتتحمل من اللي فوقك ولا حتى ممن هو في نفس مستواك نظير لك بل حتى ممن هو دونك هنا إذا نجحت في هذا الأمر وصلت لتمرين وتهذيب نفسك ورياضتها إلى هذا الحد أو ترويضها إلى هذا الحد فاعلم أنك تصل إلى مقام جدا عالي يجعل الله رب العالمين يفتخر بك أمام الملائك يباهي بك ملائكته صدق أم لا بس هذا من يسويها عادة أنه واحد أقل منه في المقام يتحمله ويتحمل أخطاءه إهاناته تصرفاته غير اللبقة غير السليمة هذه من يسويها عادة يقول له امشي ولك أنت منه أنت الصغير جاي هكذا تتعامل معي أنا الكبير في مستدرك الوسائل للميرز النوري رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما أجملها يقول احتمل تحمل احتمل ممن هو أكبر منك هذا عرفنا زين وممن هو أصغر منك هم تحمل وممن هو خير منك هذا هو واضح لا النبي صلى الله عليه وآله يضيف يقول وممن هو شر يعني ممن هو شر منك هم تحمل أنت أحسن منه أنت خير منه وهو شر منك يرتكب أخطاء في حقي أتحمل النبي يقول ايه تحمل انجح ب هذا الاختبار وممن هو فوقك تحمل منه وممن هو دونك أيضا تحمل منه فإن كنت كذلك باه الله بك الملائكة شيء عظيم لو مو عظيم أصلا لا يوصف هذا ترى ليش أقول لك لا يوصف إحنا مشكلتنا إخواني في القضايا الغيبية لأننا لا نتلمسها ولا ننظر إليها إلا الذي وصل إلى مرحلة اليقين فينظر إليها بنور القلب بنور البصيرة لأننا لا ننظر لهذه الأمور ولا نتلمسها من حس بقيمتها فلابد نضرب أمثلة لابد نضرب أمثلة افترض أنه أقول لك إذا أنت عملت العمل الكذائي ترى باتر مرجع التقليد راح يصدر بيان المرجع الأعلى يصدر بيان يقول أيها الشيعة إني أباهي بكم هذا الشخص أنا مفتخر بفلان ابن فلان بيان رسمي من مرجع التقليد شيء يصير بيك كيف تنتشي حينئذن كيف يأخذك الزهو حينئذن تمشي كأنك طاوس مو الشكل أنا مدحني المرجع الأعلى جاب اسمي في بيان رسمي باتر يشيلون لعبادي يخلينا هذا من المرجع التقليد الأعلى قال هذا هذا يفتخر بي مفتخر المرجع الأعلى صحيح له لا وسام عظيم هذا مو شيء بسيط الله وكي لك لو يحصله واشوف شيء يسوي زين أنت تتحصل هالمرة هذا الوسام مو من مرجع التقليد مو من المرجع الأعلى من رب العالمين يخاطب الملائكة يقول أنا هذا عبدي أفتخر به إذا تنجح بهذا الاختبار تتحمل تتحمل من هذا الذي دونك دونك هام النبي صلى الله عليه وآله يقول اللي أعلى منك طبيعي كنت تتحمل غصبا عنك بس اللي دونك شر منك أنزل من مستواك تتحمل أم ما تتحمل إذا نجحت في هذا الأمر يباهي الله عز وجل بك الملائكة النبي صلى الله عليه وآله من نجاحاته لماذا نجح وصل إلى هذا المقام الذي لا أسمى منه خير الخلق على الإطلاق سيد الخلق على الإطلاق تعال شوف تحمل تتحمل من من هو دونه أم لا هاي لما تجي عائشة مثلا تهين بهذه الطريقة ويتحمل النبي صلى الله عليه وآله ويجي لك عمار وأمثال من هؤلاء المنافقين السفلة يهينون رسول الله صلى الله عليه وآله يطعنون في عدالته في عقله في رشده في كرامته ومع ذلك صلى الله عليه وآله يغضي التزاما بأمر الله تعالى له في القرآن الحكيم بأن يعرض عن المنافقين وأعرض عنهم فأعرض عنهم هذا النبي لما تحمل هذه الأمور ممن هم دونه أصلى قياس هذا ما جعل النبي سيد الخلق يصل إلى هذا المقام الذي لا أسمى منه تأسى بنبيك إذن واقتفي أثره ولكن هنا إخواني وكعادتنا في كل خصلة حميدة أخلاقية هناك استثناءات قد توجب عليك أن تعمل بنقيضها في بعض الموارد كما قدمنا في الخصال السابق هنا أيضا نفس الشيء بعض الأحيان بعض الموارد لابد أن لا تحتملها ولا تغضي عنها بل أن تتصلب وتتشدد فيها لأنه يتوقف عليها أمر الدين هذا أمر يفترض أن لا أطيل الكلام فيه لأنه يفترض أن يكون معلوما لديكم أنه إذا صارت النوبة أن الدين في خطر أو يمس بشيء من عقائده من تعاليمه من أحكامه فهنا هذه الأمور التي على أساس أخلاقية كلها تتساقط هنا تأتي لا تجهر بالحق تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تحتد أيضا إذا توقف ردع من يأتي بهذا المنكر أو بهذا الانحراف الديني إذا توقف ردعه على أن تحتد معه وتخشن تخشن معه حتى يوصل الأمر إلى السب يوصل إلى الهجاء إلى نحو ذلك فهذا أمر لا يحتاج إلى بيان الذي يحتاج إلى بيان أمور قد تبدو أقل من هذا يعني أمور قد لا تمس العقيدة ولا تمس الأحكام وإنما تمس طبيعة النظام الاجتماعي حسب ما صممه الإسلام الإسلام صمم المجتمع على نظام خاص هذا النظام إذا وقع فيه اختلال وأنت رأيت الاختلال من فرد وقدرت أن تركه على ذلك قد يسبب اختلالا لهذا النظام لأنه إذا هذا بقي على هذا العمل على هذا التصرف سينقله إلى غيره يورثه إلى أبنائه فلان أيضا يسوي نفس الشيء ذاك الثالث يسوي نفس الشيء الرابع الخامس يختل ما أراد الإسلام أن يجعل المجتمع عليه من نظام ما في المعاشرة في الأخلاقيات في الآداب الاجتماعية هنا يجوز لك في مثل هذا المورد الاستثنائي أيضا أن لا تغضي بل لك أن تجهر بالسوء من القول إلى هذه الدرجة مثاله شو مثال دقيق أرجو أن لا يقع اشتباه شخص أنت ضيف عليه ومع ذلك ما أدى واجب الضيافة بل أهانك مثلا هذا الأمر بالنسبة إلى الإسلام في مقياس الإسلام يعتبره إثما تركه يؤدي إلى اختلال المجتمع ولك في مثل هذه الحالة أن تذم من فعل هذا الأمر من قصر في ضيافتك وتجهر بعيبه لكذلك ما تقول هذه أغضي عنها قد تغضي عنها في بعض الموارد لو قدرت أنها عثرة أما لو قدرت أنها صفة ملازمة لهذا الشخص لا أتكلم لا تغضي هنا في ذلك رواية شريفة في تفسير العياش عليه الرحمة عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال شوف من مصاديقها التي ذكرها الإمام عليه السلام قال من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم شوف تخيل فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه لا جناح عليهم لا شيء عليهم بل الله يحب منهم هاهنا أن يجهروا بسوء من القول في هذا الذي أساء ضيافتهم لماذا؟ لماذا؟ هذه التقاليد الإسلامية جدا مهمة يتوقف عليها نظام المجتمع الإسلامي حق الضيف إذا ما قمنا بمثل هذه الواجبات الاجتماعية يختل نظام المجتمع المجتمع يصير متفكك تصبح هناك مجاميع اجتماعية منطوية على ذاتها ويمكن أن يولد ذلك مصادمات في المستقبل ممكن أن يولد تفككا اجتماعيا يذهب بنا إلى تفكك أسري لا تنظر إلى الأمر على أنه مجرد تصرف غير لائق لأنه لم يحسن الضيافة لا أساء الضيافة لا المسألة أكبر وأعمق من هذا إذا تركت فهنا قد يوجب عليك الشرع أو يستحسن لك أن تتحدث وأن لا تسكت حتى لا يتكرر هذا الأمر هناك بلد لا أريد أن أذكره الآن لأنه قد يفهم كلامي بشكل مغلوط لكن هذا البلد أنا أعرف علته الاجتماعية جيدا البلد هذا رغم ما حباه الله عز وجل وأنعم به عليه من الخيرات والأمان والاستقرار إلا أن أهله جميعا تقريبا يعني أنا إلى الآن ما رأيت شخصا إلا ويشتكي من هذا البلد ما حد مرتاح شنو السبب؟ هناك سبب أساسي علة أساسية وهو تفكك المجتمع المجتمع ليست فيه هذه الآداب آداب الضيافة آداب الجيرة آداب التكافل الاجتماعي كل واحد عايش الوحدة وهذا ولد تفككا أسريا بحد ذاته ومن هنا نشأت المشاكل وحقيقة تنظر عادة إلى أبناء هذا البلد خاصة الأجيال الجاية أعوذ بالله اللي بعدها سمت ربيه بس على الآيفون وعايشة في عالمها الخاص ماكو عالم الآيفون وعالم الموبايلات وهالأشياء ماكو تواصل بشري أصلا فليس هناك تهذيب روحي تهذيب نفسي تهذيب إنساني عايش كآلة فقط مجرد من المشاعر أعوذ بالله الله يستر كل واحد عايش لنفسه لا هذا وضع خطر نحن نحول المجتمع هنا إلى مجتمع والعياذ بالله من الحيوانات الخالية من المشاعر المجرد من الصفات الإنسانية أو إلى مجتمع من الجمادات من الآلات العاملة ريبورتات صارت ريبورتات هذه مشكلة مشكلة عويصة هذه ده تسبب مآسي الإجرام كثر نسبة الإجرام الجريمة علت طلاق تفكك أسري ضياع فساد لماذا؟ هذه الأخلاقيات لا بد أن تبقى واحدة منها شوفوا واحدة من الآداب التي يجب أن يتربى عليها المجتمع بصرامة الضيافة إكرام الضيوف حتى يصير هناك تلاقي بشري تهذيب للبشر الناس للناس حق الجيران حق الآباء الأمهات الإخوان عندنا أسر الإخوان لا يعرفون عن بعضهم شيئا ما يشوف أخوهم في نفس البلد متى آخر مرة شفتوا يقول يوم العيد وبعضهم يقول لا يوم العيد ما أرسلت له مسج عيت له هاي غير مصيبة صار الآن هم سابقا العيد عيد نشعر به عيد صحيح أم لا الآن وين العيد لأنه كله صار بالكثير بالتليفون وهس بعد صار هم بالمسج حتى كلام ما كو كلام ما صاير بعد الآن صوت ما كو وين وصلنا هذه التكنولوجيا الحديثة أيها الإخوة هذه التكنولوجيا فادتنا في أشياء لكن ضرتنا في أشياء أخرى الإسلام هنا يأتي يقول لك نعم إذا توقف الأمر أمر إصلاح المجتمع وتهذيب الأفراد على أن تجاهر بهذه النقمة وبهذه الملامة وبهذا الانتقاد جاهر لا تقول هذا أمر هيا أغضي عنه هنا لا تمارس الإخوة أقول إذا كان الشرع على كلام ولسان الإمام الصادق عليه السلام أباح لنا أن نتكلم على الذي أساء ضيافتنا وأن لا نغضي عنه فكيف بمن أساء للدين هذا شلون يغضى عنه هذا يصير واحد يغضي عنه لا ما يصير هذا ما يجوز هنا أن نغضي عنه إذا هذا الأمر البسيط الأدبي الأخلاقي قصر فيه فلان لم يحسن الضيافة أساء الضيافة الإمام عليه السلام يقول لك هنا أتكلم عليه لا جناحة عليك تكلم عليه احتي عليه قل هذا أساء ضيافتنا هذا ما يستحي هذا ما يعرف الأخلاق والآداب الاجتماعية الإسلامية ما عملنا معاملة حسنة مثلا تكلم إذا الإمام أباح لك هذا الأمر فكيف بمن يسيء للدين لا من يسيء للضياف وناس بالله عليك يروجون الأباطيل يسيئون حتى للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وأنت تقول هنا لا علينا أن نغضي علينا أن لا نتكلم عليهم أن لا نجاهر بالسوء من القول فيهم لا لا جاهر ما عليك تكلم لا تسكت لا تسمح لهؤلاء أن ينشروا في المجتمع الديني لوثة تؤدي إلى تلوثه وابتعاده أو انسلاخه عن الطريق والصراط المستقيم أو عن المفاهيم الدينية الحق هنا أن تبادر وتكلم وحاول أن يكون لك موقف هنا إذن في مثل هذه الاستثناءات لا يصح العمل بالإغضاء والإقالة لا تقول أن هذه عثرة فلان راح ألقى خطاب وقال إن حكومة أبي بكر وعمر قامت على الإسلام والعدل لا تقول هذه عثرة خل مشيها لا 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 تقول هذه كبوة عالم ولا بد لكل عالم من كبوة أو هفوة لا أبدا هنا تتكلم حتى إن افترضنا أنها كانت بالفعل كبوة أو هفوة وليست منهجا بتريا أسسه هذا الرجل نفرض نفرض خطأ صدر منه لكن هذا الخطأ هذه العثرة تسبب إغلالا للناس أنت هنا واجب عليك أن تتكلم لأنك إن سكت عوام الناس يمكن أن يعتقدوا بأنه هذا هو الحق وأن أبا بكر عادل وعمر عادل يصير خلل في العقيدة هنا في الإيمان في الدين فتكلم مباح لك أن تتكلم هنا بل يجب عليك لأن الخطر خطر ديني يؤثر على عقيدة الناس فلا تهونن من الأمر وتقول إنه مجرد عثرة وأمير المؤمنين عليه السلام قال أقيلوا ذوي العثارات عثاراتهم أو ذوي المرؤات عثاراتهم لا لا تقول هكذا لا تخلط الأمور حاول أن تتفقه في دينك وتنظر في كل مورد ما يلائمه من التعاليم الشرعية المورد هذا الكذا يتدرسه جيدا فتشوف التعليم الشرعي يقول لك في هذا المورد أغضي أم لا تغضي تكلم أم لا تتكلم أقل العثرة أم لا تقلها حاول تميز هذا وللكلام إن شاء الله تعالى صلة إذا أحيان الله تعالى في الأسبوع المقبل وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم